موسيقى عقدت اللاجنة الوزارية التنسيقية اجتماعا مع وكلاء الوزارات والقيادين في الجهات الحكومية وذلك تنفيذا لمضمين كلمة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشعي الخامس عشر لمجلس الأمة وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان كما حضر الاجتماع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان والأمناء المساعدون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاجتماع بحث عمل الجهات الحكومية والتحضير والأعداد الجيد لدور الإنعيقاد القادم لمجلس الأمة كان الهدف من هذا الاجتماع هو طلب من هذه القيادات العمل خلال الفترة الصيفية الحالية لتكثيف الجهود الحكومية من برامج وأعمال التزمت فيها الحكومة أمام مجلس الأمة خلال الفترة الصيفية البرلمانية وكان هناك تركيز كامل على نقطتين أساسيتين في هذا العمل خاصة الأخ والاستماع لملاحظات الحساب الختامي ولجنة الميزانيات بما جاءت في تقارير اللجان الرقابية بشأن أمال الحكومة تم توجيه القيادات في الدولة في بدل الجهود للعمل بشكل أكبر وتلا في جميع ملاحظات الجهات الرقابية والعمل على حلها أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون جولة جديدة من المشاورات في دمشق في إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية الهادفة إلى تسوية النزاع المستمر منذ نحو ثمانية أعوام وقال بيدرسون على حسابه بموقع تويتر ساعد بعودة إلى دمشق أتمنى أن نتمكن من التقدم في العمليات السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلا لها وأن نجد طريقا لإنهاء العنف في إدلب وقال أتطلع للقيام بمناقشات بناء بشأن كيفية دفع العمليات السياسية قدما وبالتحديد تشكيل اللجنة الدستورية استقبل محافظ الفروانية سفير جمهورية الهند الصديقة لدى دولة الكويت وبحث الطرفان العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى أفق أرحب كما تناول اللقاء الجالية الهندية في الكويت والتي تعد أكبر الجاليات الموجودة في البلاد اشتركوا في القناة